أهلاً بكم في الدرس الثاني للوحدة الرابعة عنصر هذا الدرس هي شبكة الانترنت وتشمل نبلة تاريخية تعريف الانترنت وخدماته ومحركات البحث شبكة الويب أو خدمة الويب طبعاً هذه الصورة توضح هم نقاط تاريخ نشاة الانترنت في مراحلها المختلفة بدءاً من العام 1969 إلى 1994 وتشمل إنشاء أول شبكة شبكة أربانيت من قبل وزارة الدفاع والهدف ربط القوات المسلحة مع الموردين وكذلك مع الجامعات في العام 1972 تم اختراع البريد الإلكتروني وتم إنشاء أول رسالة لشبكة الاربانيت في العام 1983 أصبح تي سي بي آي بي معيار لشبكة الاربانيت في العام 1984 تم إنشاء نظام لتسمية الأجهزة المتصلة بالحاسب أو الـ DNS Domain Name System في العام 1986 تم إنشاء شبكة أخبارية باستخدام بروتوكول ناقل الشبكات من قبل شركة TNC CNA عام 1990 تاريخ مهم تم إغلاق شبكة الاربانيت وتم إنشاء شبكة الانترنت بحيث أن تكون شبكة عالمية لا يملك أي شخص في 1992 تم ظهور تقنية الـ Hypertext أو الارتباطات الشعوبية والتي قامت بتطوير شبكة الـ WW أو شبكة الـ Web طبعاً في العام 1994 أصبح الانترنت والـ Web من أكثر الكلمات المتداولة عبر العالم وظهر ما يسمى مزودي خدمة الانترنت طبعاً الانترنت كمفهوم هي عبارة عن ملايين لجزة المتصلة عالمياً والمرتبطة فيما بينها بهدف تناقل البيانات الهدف من الشبكة وهي عملية تناقل البيانات وفق وسائل الاتصالات المختلفة ومن قبل مزودي خدمات الانترنت هنا نشير إلى أهم خدمات الانترنت خدمة نقل ملفات أو FTP File Transfer Protocol هي خدمة لعملية نقل الملفات عبر الانترنت خدمة التلنت خدمة تسمح لي من النفاذ والدخول عن بعد لجهزة الخادم عن طريق العميل تمكننا من تنفيذ جميع التعليمات والأوامر على جهاز الخادم خدمة الثالثة خدمة البريد الإلكتروني أو اليمين طبعا في ظل الكم الهائل من المعلومات الضخمة على الانترنت يصبح التصفح صعب ويصعب الحصول على المعلومات إلا من خلال ما يسمى بمحركات البحث ومحركات البحث هي عبارة عن برامج تقوم بالبحث ضمن وثائق معينة موجودة على الشبكة سواء كانت صفحات ويب أو صور أو ملفات والموجودة جميعا على مواقع الويب طبعا للمحركات السابقة اللي عرفناها نوع عديدة من ضمنها محركات العامة تستطيع البحث في أي موضوع من أمثلتها جوجل اللي نستخدمه كل يوم وياهو عند النوع الثاني محركات بينية نوع الثالث محركات تخصصية وتسمح لي بعملية البحث في مجال معين أو البحث عن وسائط معينة أو في علم من العلوم بالإضافة إلى محركات خاصة كالأخبار وغيرها الويب أو الـ WW هي World Wide Web هي اختصار لهذه العبارة وهو نظام عالمي موزع يعتمد على مفهوم الوسائط ويربط ملايين الأجهزة طبعا هنا نميز وش هي الانترنت وش هي الويب الانترنت هي الشبكة الشبكة العالمية هذه الانترنت والويب هو المحتوى الويب هو المحتوى أو الصفحات الموجودة على الشبكة طبعا كيف يتم الويب يعمل وفق آلية Client to Surfer اللي هو جهاز عميل جهاز يطلب الخدمة وجهاز سيرفر يزود هذه الخدمة طبعا ساليب الويب أو ماذا يستند يستند على مفهومين أساسية أولا مفهوم وجود آلية لنقل بيانات أو بروتوكول خاص بنقل هذه البيانات اللي هنا الشيء الثاني آلية لربط صفحات المحتوى وتتمثل في لغة HTML أو Hybrid Text Markable Languages هذه اللغة تسمح لي بعملية ربط المحتوى فيما بينه طبعا عندما أقوم بكتابة عنوان موقع في المتصفح هذا العنوان أرغب الوصول إليه عبر شبكة الانترنت أستطيع تمييزه إلى مجموعة من العناصر والمكونات مثلا أخذنا موقع جامعة الملك خالد www.kku.edu.sa وش معانيها أو المفاهيم موجودة؟ www معناه شبكة الويب أن هذا الموقع مبني على معايير الويب www.kku.edu.sa هي اسم الجهة لي اختصار كينغ خالد يونيفيرستي www.edu.sa اللي هو مجال الموقع هل هو موقع حكومي هل هو موقع تعليمي هنا مجال العمل تعليمي www.sa الجهة أو وجود هذا الجهة وين؟ مثلا هنا في السعودية أخيرا هنا بعض الاختصارات الهامة لبعض مجالات ونطاقات الموقع لتمييزها ومعرفة محتواها مثلا www.edu معناه أن هذه الجهة التعليمية www.gaf معناه حكومي www.com تجاري www.military ml عسكري www.net اللي هي شركة مؤسسة www.org اللي هي منظمة طبعا انتهى الدرس أشكركم وألتقيكم في الدرس القادم موسيقى